الشعب المغربي والشعب الجزائري معاً يرفضان الحرب بين المغرب والجزائر وأغلبهم يدركون أن أي حرب بين المغرب والجزائر ما قالها الخراب للمغرب والجزائر دافعت عن يهود مغربة اعتقلوا من أجل قضية فلسطين مثل من؟ الله يرحمه السرفاتي الله يطول عمره أسيدون أول موقع على بيان تأسيس المرصد المغربي لمناهدت من هو أول توقيع؟ بقي عنا الوثيقة هو إدون عمال المالح مشاهدين الأعزاء أهلا بكم سعداء أن نستضيف الأستاذ خالد سفياني أحد أبرز مناصر القضية الفلسطينية ارتبط اسمه بمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين الأستاذ خالد سفياني هو رئيس المؤتمر العربي العام يظل الأستاذ سفياني حاضر طبعا في تطورات القضية الفلسطينية هذه مناسبة لمحاورة الأستاذ خالد سفياني نعيد ترحيب بك الأستاذ خالد سفياني في حلقة سابقة تكلمتي على الموقف التابت الاتجاه القومي من قضية الوحدة التورابية المغرب قدمتي عدد من الوقائع والتي تؤكد أن الأمر محسوم فيه بهذا الصدد اختمتي بالحديث عن تطبيع عودة لموضوع التطبيع هناك من يقول أن المغرب كان مضطرا وأن الجزائر في سباق تسلح المجنون الذي دخلت فيه ابتزت المغرب ودفعته دفعا في هذا الاتجاه كيف تعلق على هذا؟ هذا الطرح يريد أن يطرح الخبز في الفران يريد أن يشعل النار في المنطقة هناك من يريد إما يعلنها من قيادات الكيان الصيوني أو من بعض القيادات العسكرية الأمريكية إما يعلنها أو يضمرها ويقولها في جلسات خاصة بأنه المغرب لا يمكن أن يبقى مستقر استقرار المغرب والجزائر والتونس والمريطانيا والليبيا ودخول في عمل مشترك بينهم يعني تغييرا جوهريا في خارطة المنطقة على جميع السوايات وبالتالي بكل الوسائل هناك محاولات لإشعال نار الحرب بين المغرب والجزائر وهذا يجب أقول يجب لا أعتقد أن المسؤولين في المغرب الأساسيين أصحاب القرار لا يعرفون هذا طبعا يعرفونه وكيفما كانت نتيجة هذه الحرب ستكون دمارا للمغرب والجزائر على السواء لن تبقي لتدار حتى لو بقيت عمارات سعدان قائمة وهدمت عمارات داخل الجزائر فسيكون خاسرا الأستاذ خالد سفياني الصباق التسلح والأرقام تدل على أن الميزانية العسكرية الجزائرية تصاعد بشكل جنوني الخطاب المغربي الرسمي ومن أعلى المستويات يقول باليد المبدودة وأن الجزائر لن يصلها شر من المغرب أنا على ثقة في أن ملك المغرب عندما يتحدث عن اليد المبدودة أنه لا يقولها عبتا بل هو مقتنع بها ولكن المشكل إلى أي درجة من يلعبون لعبة شطرنج سيحافظون على هذا المنطق منطق اليد المبدودة هذا هو مشكل لأن إشعل الفتنة أحيانا تحتاج إلى عشرة أشخاص 15 شخص لا تحتاج إلى أكثر ثانيا يعني نقولها للمسؤولين في الجزائر والمسؤولين في المغرب ماذا يمنعكم من أن تكونوا كما فرض الله عليكم إخوة مع بعض المغرب لا يمكن أن يغير موقعه الجغرافي ولا موقعه الإنساني والجزائر لا يمكن أن تغير موقعها الجغرافي ولكن المغرب يصير يقول أنه جاهز للحوار ولمناقشة كل شيء الجزائر طبعا تقطع العلاقات تسعد على مستوى التسلح العديد من الأعمال العدائية وخاصة في الفترة الأخيرة لا أرى أنا لست متفق 100% على هذا المنطق لأنه فيه جزء من الحقيقة طبعا أن الجزائر تتسلح بعدين مواجهة من تتسلح هل من المعقول أن نفترض أن الجزائر تتسلح لتضرب المغرب لتضرب إسبانيا لتضرب إيطاليا لتضرب جنوب فرنسا لماذا غير وارد ويرد علينا القول بأن الجزائر تتسلح للحرب مع المغرب هذه الفكرة هي التي يجب اقتلعها نريد أن تقتلع هذه الفكرة من رؤوسنا جميعا نريد أن نعود صدقني أكون مرحبا بي كأنني في شواري أغربات يعتبرونني أخا يعتبرونني صديقا يعني والجزائري أنا تحت عن مصطفى منذ قليل في مؤتمر بغداد هذا مصطفى يعني في الحلقة السابقة تحت عن أخ مصطفى بالنسبة لمؤتمر بغداد هذا المصطفى جاء إلى المغرب عملناه فوق رؤوسنا لماذا؟ لأننا نعتبر أن الشعب المغربي والشعب الجزائري والشعب التونسي هي شعوب موحدة مرة قال لي بالخدم قلت له إذا لم تفتحوا الحدود فتشحوا الإخوان سنهجم عليكم في الحدود وسنفتحها بالرغم عنكم لم أقلها بلغة دائية طبعا فقال لي يا خالد الحدود مفتوحة أنا بالأمس جئت أنا وزوجتي من تنمسا وأحضرت معها توبا حريريا رائعا فسألتها من أين أتيت به قالت دخلت إلى الضوار فلاني أرض مغربية واشتريته وأتيت به قال لي هل تريد فتحا للحدود أكثر من هذا يعني الشعب المغربي والشعب الجزائري معا يرفضان الحرب بين المغرب والجزائر وأغلبهم يدركون أن أي حرب بين المغرب والجزائر ما قالها الخراب للمغرب والجزائر طبعا هذا واضع وعلى مستوى الخطاب الرسمي المغربي وعلى أعلى المستويات طبعا الخطاب الملكية واضحة التوجه لكن محاولة فهم التطبيع وما جرى كانت حضرها هذه الدغوط الجزائرية لا شك كان عندها دور في القرار المغربي لنتجاوز مسألة التطبيع ضمن الأصوات التي تنتقدكم وتقول أن قضيتنا الوطنية هي الأولى هناك توجهات أحيانا تستحضر البعد العرقي أو كذا أو تقول هذا التجاه القومي البعطي حنا مشي عرب حينما تصدر بشكل هامشي هذا شيء لكن فيه اتجاهات اللي ربما عندها طروحات مؤسسة ما كتحورهاش أهل أخصف أرأيتني في يوم الأيام أرفض محاورة أو جلوس مع شخص من أي عرق أو نحن بالنسبة إلينا المواطن مواطن والمواطن المغربي له صفة المواطنة والمواطنة لا يقسمها العرق ولا يقسمها الدين ولا المذهب الدين لا يمكن أن أقول بأن الشيعي يجب استئصاله لأنه شيعي وليس سني كما حصل لبعض الفقهاء سامحهم أو أنتم كمؤتمر قومي عربي علاقاتكم بحساسياتك الحركة الأمازيغية عندكم معها توصول عندكم معها نقاش هل تعرف أن من المؤسسين رئيسيين للمؤتمر قومي العربي محمد الفقير الوصري رحمه الله هل تعرف أن من أكبر المؤسسين للمؤتمر قومي العربي محمد بن سعيد أي سئد رحمه الله واللائحة طويلة والآن ليسوا ناتقين لا بالعكس فكرة العمل على أساس العرق هي فكرة عنصورية مئة في المئة يعني إذا ما كنتش أنا مرة في التليفزيز وقلت لإخوان كانوا معي قيادات بدئان أعتقد أو شئ سنوات قلت لهم أنا عندي أخت هي أولدت في المغرب جبلية يعني أقصر كبير ومتزوجة من زوج من النادو حقيقة رحمه الله بسكن تفا وبنته متزوجة من أسفي ده بأجي فكاية من وحلتها شنو نعتبر هذا أمازيغ دي النظور نعتبرهم سوسا دي الأسفي نعتبرهم عربية عربية معناه العرب الذين أتوا والسوطنوا والسوطنوا سهول يعني ماذا أعتبرهم قلت لهم قلوا لي حتى إذا انخرطنا ننخرطوا جميعا في وجهة نظر معينة أنا أعتقد أن هناك أنا لا أتهم أحدا من الإخوة كانوا أمازير أو كانوا الشيعة أو كانوا سنة أو كانوا مسيحيين أو كانوا يهود غير صهاينا أحترموا الجميع وأنت تعرف أنني دافعت عن يهود مغاربة أعتقلوا من أجل قضية فلسطين مثل من؟ الله يحمل السرفاتي الله يطول عمره شنو اسميته أسيدون الله يحمل أول موقع على بيان تأسيس المرصد المغربي لمناهدت طبعا من هو أول توقيع بقي عنا الوثيقة هو إذنون أعمال المالح وجبناه في الشلياء لم يكن يستطيع المشي وأسر أن يذهب إلى المكتبة الوطنية وأن يأخذ الكلمة وأن يكون أول موقع على وثيقة إعلان المرصد المغربي هذا يهودي أمازيغي قلت أنا لا لا يمكنني أن أتهم أحداً أو أن أغتب لا هل هناك هل هناك نقاش أمازيغي أعرق أخرى في الوطن العربي كثيراً كثيراً في المغرب أمازيغي 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 يعني لا يمكن أن نقبل أنه أن وجود شخص من الحسيمة يحول دون توليه منصب كذا لأنه من الحسيمة هذا لا يمكن أن نقبله لكن أيضاً لا يمكن أن نقبل بالقول بأن سوف يجب أن يكون مسؤولاً في كذا لأنه من الحسيمة أستد خالد في هذا الاتجاه ما جرى على الصعيد العالمي من تضامن من أوساط مختلفة في كبريات العواصم الأوروبي والأمريكية كان ضمن أوساط يهودية عديدة ما صدر عن محكمة العدل الدولية عن الجنائية الدولية يعطل القضية أبعاد إنسانية كبرى في المقابل هناك من يقول أن الطابع الإسلامي لحماس لربما يشوش على هذا التضامن طائرة مسيرة هي التي تشوش والقنابل هي التي تشوش والسواريخ المعدة محلياً هي التي تشوش والفشل في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه هي التي تشوش والفشل في تحقيق أي هدف من الأهدف التي بنى عليها الإرهاب نطنياه ومن معه قرار العدوان هي التي تشوش الفشل في الإفراج عن أسرى الكيان سيوني هي التي تشوش يعني اسمح لي أن تخوص المطالبة بإطلاق صراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس بدون قيد ولا شرط زيان إحنا مستعدين إيه هذو كل فلسطينيين اللي أسرى بالألاف شنون ديوا معهم عنا مئتين أسير إسرائيلي وعندنا عشرين ألف أسير فلسطيني ماذا نقول لهم نقول لهم أن دمهم يعني رخيص إلى درجة أنهم لا يستحقون أن يدقوا هذه الأشياء وغيرها من لأن الإسرائيليين الأمريكيين إسرائيليين على الخصوص تعودوا على أن ما يخوضونهم من عدوان ينتهي في يومين ثلاثة أيام في أقصى الحالات أسبوع وهذه المرة يعني مصممون كانوا مصممين على أن لا تتجاوز يتجاوز العدوان أسبوع الآن إحنا في الشهر التاسع يعني من العدوان ولحد الآن المقاومة تقوم به واجبها كاملا وكأنها اليوم بدأت المعركة مع الكياسة أسمحتي للأستاذ خاليد صحيح ما تقول لكن سياسة الإسرائيلية والأوساط الغربية المهدية تركز على حماس وبذلك حماس تغطي وكأنها تغطع القضية الفلسطينية تركز على إيران هو عمل مدروس من ناحية دعائية هذا يلتقي مع اليمين ديني الصهيوني المتطرف الذي يريد دولة دينية يهودية عنصرية والحال أن إحنا بسدد حركة التحرر وطني بأبعاد إنسانية وليس حرب دينية من أجمل ما أنجز في لبنان وفي المنطقة هو العمل المشرك لمختلف فيات شوف لما تتأمل خريطة لبنان سوف تجد فسيفس يعني فيه آلاف القطعة وبقدرة قادر هذا الفسيفس لا يتكسر إلا من بعض التقب الصغيرة التي معروف ماذا تريد ما جرى يوم 7 أكتوبر أدى إلى أن يتغير كل ما تفضلت بالحديث هذا بدأت معركة 7 أكتوبر ويوم سبعة ليلا انتبه السهايين والأمريكيين أن بين غوثين إسرائيل لا تستطيع أن تواجه المعركة مع حماس ولذلك فتحت مخازن الأسلحة الأمريكية والغربية على مساعيها لكي تقاتل ولكي تستطيع أن توقف ولذلك وفع شعار حماس القضاء على حماس وإطلاق صراح الأسرة هذه جزء شعارات التي كانوا عند الإرهابين نتنياهو لكن كما قلت لكم سابقا في المقا الخطأ في اعتبار أن حماس تنظيم وأن في إمكانك أن تقضي على هذا التنظيم إذا قضيت على حماس وانتهى الأمر وانتهى قضية المقاوة ما أولى الدكسعة الصهارين يعملوا ما يريد حماس فكرة وطنية أو فكرة إسلامية الذي لم ينتبه له هو أن حماس فكرة 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 أولا فكرة فكرة مقاومة وعندما نقول فكرة مقاومة نمحو هذه القضية قومية إسلامية دينية ليست دينية إلى آخرين المجلس التنسيق ديال مكونات المقاومة الفلسطينية فيه كل من يمكن أن تفكر فيه لا يسأل أحد عن المسلم من غير المسلم لا يسأل أحد عن الشيعي من غير الشيعي كيف نقول لحماس أنت قومية أو أنت وطنية أو أنت دينية وهي تحمل السلاح مثلها مثل جهة الإسلامية مثل الشعبية مثل الديمقراطية مثل 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 حماس حركة مقاومة وقلت لكم من قبل أنني خاطرت بعض القيادين في عمال وقلت لهم إذا ما تخليتم عن المقاومة فسيتخلى عنكم الشعب في الصيني وستخرج إلى وجود قوة مقاومة أخرى شكرا جزيلا الأستاذ خالد سفياني رئيس المؤتمر العربي العام أمين عام مؤسسة محمد عبد الجابري ويتوصل حوارنا معك في حلقة قادمة